اشتركوا في القناة ينبغي ان تنهى نفسك عن الهوى ولكن ماذا كشف العلماء حديثا حول هذه القضية دعونا نتأمل طبعا ايها الاحبة هناك دراسات كثيرة اجريت تتعلق بالمراهقين والدراسة الحديثة اثبتت ان انكسار القلب هي عملية حقيقية بمعناها الحرفي كون القلب من اكثر اعضاء الجسم حساسية فقد اثبت علماء من جامعة توبينغن الالمانية ان المشكلات العاطفية لا تؤثر على القلب فحسب بل على الجسم كله لدرجة ان عمل بعض المناطق في الدماغ في مخ المرأة تحديدا يتضرر بشدة بعد تجربة الانفصال العاطفية واكثر المناطق تضررا هي تلك المسؤولة عن المشاعر والحماس والنوم والطعام ومع ذلك فان النساء تصبن عقب الانفصال بحالة من فقدان الشهية والاضطرابات في النظام الغذائي كما اكدت الدراسة التي نشرتها مجلة فوكوس الالمانية ان الازمات العاطفية مشكلة قد يعاني منها كل شخص تقريبا وبالتالي ينصحون بتجنب هذه العلاقات وتجنب ما يؤدي الى هذه العلاقات يعني العلاقة كيف تبدأ ايها الاحبة تبدأ بالنظرة الاولى انها هي التي تحدد مستقبل العلاقة فاذا حرست على ان تتجنب هذه النظرات فانك تتجنب الكثير من الشر ولذلك النبي تأملوا معي ماذا قال لسيدنا علي كرم الله وجهه يا علي لا تتبع النظرة النظرة فانما لك الاولى وليست لك الاخرة سبحان الله يعني انظروا ايها الاحبة النبي ينهى عن النظر والله تعالى قال قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم اذا هذا الدين الاسلام الا يريد لنا الخير الا يريد لنا السعادة الا يريد ان يبعدنا عن المشاكل وانكسار القلب والمشاكل الاخرى اذا ايها الاحبة لماذا لا تتبع تعاليم هذا الدين لماذا لا تحرصون على تنفيذ او اتباع كل كلمة جاءت في القرآن وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم والله ان الانسان اذا اتبع ما جاء في القرآن وما جاء على لسان حبيبنا عليه الصلاة والسلام سوف يكون اشد سعادة ومن اكثر الناس سعادة وطمأنينة في هذه الحياة نسأل الله ان ينفعنا وإياكم بهذا العلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم انه الحق